اختتم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مقر مركز ربع قرن لتنمية المهارات الحياتية فعاليات النسخة السادسة من برنامج إثمار لتدريب الإعلامي للأطفال والنشأ والهادف لبناء وتعزيز القدرات والمواهب الإعلامية وترسيخ الوعي الإعلامي لدى الجيل الجديد من عمر عشرة أعوام إلى سبعة عشر عاماً تفاصيل أوفا في سياق التقرير التالي جيل جديد وواعد تراوحت أعمارهم من عشر سنوات إلى سبعة عشر عاماً انضموا لنسخة السادسة من برنامج إثمار التي تميزت بأجندة متنوعة تعرفهم بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة وتمكنهم من المهارات والكشف عن شغفهم ونشر الثقافة الإعلامية بطرق إبداعية تجمع بين الترفيه والتعليم والتطبيق العملي ختمنا اليوم برنامج إثمار قدمنا في هذا البرنامج ورشة مهارات التواصل الإعلامي تطرقنا إلى كيفية التواصل مع الإعلاميين التفريق بين وسائل الإعلام المختلفة تطرقنا فيها أيضا إلى أهمية وسائل الإعلام وكيفية تناول المحتوى الإعلامي المختلف في جميع الوسائل الإعلامية تم تقديم العديد من الورش التدريبية التخصصية في الإعلام من بينها التواصل الاجتماعي من بينها التصوير المونتاج الستوري تيلنغ الصحافة وتم استقطاب عدد كبير من الطلبة في هذا البرنامج وكلهم طلبة متميزين في المجال الإعلامي البرنامج التدريبي إثمار تناول صحافة الذكاء الاصطناعي وتقنياته في إنتاج المحتوى الإعلامي مع تطبيقاته العملية واستهدف تزويد المشاركين بمهارات الكتابة الصحفية مع تطبيقات عملية إضافة للورش التدريبية التي اجتملت على كافة تفاصيل العمل الإعلامي وأنشطة تفاعلية وزيارات ميدانية لكبرى المؤسسات الإعلامية في الدولة لدمج المشاركين في العمل الميداني ولمعايشة التجربة عن قرب حيث حرصت النسخة السادسة من إثمار على نشر الوعي بين المشاركين بتجنب الشائعات وكيفية تمييز المعلومات الصادقة من المغلوطة وأساليب التحقق من صحة الأخبار أعلمون برنامج إثمار عبارة عن برنامج إعلامي وهالبرنامج يزين حق السن من عشر سنوات إلى سبعة عشر سنوات برنامج إثمار عبارة عن إعلام ويودونك رحلات ويعلمونك كل يوم على مدار أربع سابيع يعلمونك شيء يديد في الإعلام يعلمونك كيف نستخدم أدوات التصميم يوم عندك صورة بتعدل عليه يعلمونها أدات التصميم خلال البرنامج استفدنا وايد من المعلومات اللي خذناها وهو برنامج إثمار عبارة عن برنامج يهدف إلى تنمية مهارات المنتسبين في مجال الإعلام وكذلك يزيد الثقة بالنفس وكذلك يزيد الجرأة وفي ختام البرنامج كرم سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بحضور أسمى الجوعد مدير نادي الشارقة للصحافة شراكاء البرنامج من المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة ترجمة نانسي قنقر